العراق يتأرجح على حافة الهاوية ويعيش أزمة داخلية كبيرة بالرغم من أن أرقامه في إنتاج وتصدير النفط تظهر وكأنها إيجابية هكذا عبر الاستشاري في سوق الطاقة العالمي سيريل ويدرز هوفن عن الأزمة التي يعيشها العراق نتيجة الغضب الشعبي المتصاعد الذي اجتاح مناطق الجنوب وبالذات محافظة البصرة الاستشاري والمراقب في سوق الطاقة العالمي ويدرز هوفن بيّن أن مستقبل العراق سيكون أقل سطوعا مما توضحه بيانات الانتاج والتصدير حيث تواجه البلاد حالة من التصارع بين الكتل السياسية المتنافسة الأمر الذي سيأثر سلبا على انتاج وتصدير النفط فيه ويدرز هوفن أوضح أن صادرات النفط من المحطات الجنوبية في العراق ارتفعت إلا أن واردات تلك الصادرات لم تؤدي لأي تحسن في حياة المواطن وتابع قائلا إنه من المدهش أن تشهد محافظة البصرة التي تقبع على بحر من النفط احتجاجات شعبية فإنتاجها النفطي كبير وتضاعف مؤخرا ويكفي لسد حاجات العراق كله وعلى الرغم من أن البصرة تطفو على سبيكة من الذهب الأسود وتعد شريان العراق الاقتصادي حيث توفر نحو 90% من ميزانية العراق لامتلاكها موارد اقتصادية كبيرة تتمثل بالحقول النفطية والشركات الصناعية الكبيرة فضلا عن الموانئ المطلة على شط العرب بالرغم من كل ذلك تعاني هذه المحافظة من مشاكل كثيرة أبرزها انتشار الفقر والبطالة والأمراض وتلوث المياه وانعدام الخدمات الحكومية والدعم الحكومي اشتركوا في القناة